بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قناتنا قناة أون الفضائية ومشاهدي قناة القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان وإحنا النهاردة مع حضراتكم في اليوم الخامس وهو الحلقة الأسبوعية اللي احنا مخصصينها للرد على أسئلة حضراتكم احنا بنلتقي وحضراتكم من السبت إلى الأربعاء من السبت إلى السلساء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وبناخد أسئلة حضراتكم على الهواء جاهدين يعني قدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة ويوم الأربع مخصصينه ليه الرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا بنستقبل عليها الأسئلة بنرد في اليوم المخصص ليه الرد على الأسئلة وبنعرض كمان النهاردة مع حضراتكم فقرتنا المباركة فقرت كتاب قلوب عامرة برواية حفصن عن عاصم بقصر المنفصل ونبدأ النهاردة مع حضراتكم في أول سؤال معنا من الأسئلة اللي بتفد على الصفحة الرسمية سؤال بيقول هل يجوز الأب أو هل يجوز للأب بكتب أنه يكتب قطعة من الأرض لبناته وهو على قيد الحياة المقرر شرعاً أنه هناك فارق ما بين الميراث والتصرف حال الحياة الميراث بيكون بعد الموت أنه الإنسان خلاص بيتوفى وبتقول التركة بتاعته إلى الورثة اللي حيكون ورثة لما كان يملك أثناء حياته فبموته صارت تركة ترك أملاكه للورثة أما التصرف بقى حال الحياة ده هو من باب الهدية من باب الهبة من باب العطية البر الإحسان ده موضوع تاني خالص ومن المعلوم والمقرر أيضاً أنه يجوز للإنسان أنه يتصرف فيما يملك حال حياته من غير ما ياخد موافقة من حد فيعطي من شاء ما شاء لكن طبعاً عايزين ننبه على أنه يعمل الكلام ده من غير ما هو يقصد أو ينوي حرمان حد من الورثة بجانب أنه لو أضيف لده بردو أن أنا عايزة دي عطيه أو هديه لحد من أولادي لسبب معتبر شرعاً زي مثلاً الإحسان إلى من أحسن إليه وطبعاً مراعاة ما يكون عليه من وهب له بعد موته زي مثلاً لما نقول أنه عايز يأمن للبنات زي ما نقول حضور معنا التأمين في حياة أنه عايز يأمن للبنات وضعهم عنده بنت مثلاً حالها رقيق جداً ومحتاجة مساعدة فهو شايف أنه عايز تديها حاجة تقدر أنها تسندها في الحياة في حتى وفي حياته وبعد انتقاله شايف أنه أخرى محتاجة مثلاً علاج فبيديها عشان فهناك أسباب معتبرة لهذا الواهب الذي يريد أن يهب أحداً من أبنائه شيئاً على حال حياته فطبعاً ده بيكون أدعى إلى المشروعية والجواز واللي عليه الفتوى أنه في ديارنا أنه بيستحب للإنسان التسوية في العطاء بين أولاده حال حياته وأنا النهار ده عايز أدي لأولادي شيء فحدي سين وصاد ودال المستحب أن أنا أساوي بين سين وصاد ودال أو بين أولادي اديت ده شقة أجيب لي ده شقة وأجيب لي ده شقة الأفضل لأنه هذا هو المستحب وذلك لما ورد في الأثر مش لازم يعني شقة بعينيها أن أنا عايز أدي عطي يمال دهب أرض عقار أي شيء أو أن أنا أراضيهم كل واحد بما يحتاج مش لازم تبقى العين الموهوبة أنه التلاتة يكونوا شبه بعض بس أعطي كل من أولادي ما يريد فأعدل في مبدأ العطاء كل بما يريد وكل بما يحتاج وده لما ورد في الأثر عشان كده بنقول أنه ده على الاستحباب التسوية بين الأولاد لما ورد في الأثر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال معلما ساووا بين أولادكم في العطية يعني لما تجوا تدوا لولادكم حاجة ساووا ما بينهم ولو كنت مؤثرا أحدا لو كنت عايز أفضل يعني حد من ولادي لو عندي ذكور وإناز شوف النبي يقول ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال يعني لو أنا حتى عايز أميز شوية فأميز البنات عكس اللي الناس بتعملوا في أرض الواقع إنه بيحرموا البنات ويدوا الزكور لا ده النبي عيسى أتسان بيقول لا يعني لو عايز أميز شوية حد من الولاد عندي ذكور وإناز أؤثر إن أنا أفضلت النساء على الرجال إذن التسوية بين الأولاد حال حياة الأب أو الأم مستحبة فقط وليست واجبة على ما عليه الفتوى وبناء على ما فهمه من النصوص الشرعية وبناء على ما ذكرنا فما يريد الوالد الكريم فعله حال حياته يعد من إيه؟ يعد من باب الهبة والعطية وليس توزيعا للمراس وإنه هو أمر جائز ومشروع وفق ما يراه المعطي من المصلحة ومراعاة إيه الأحوال الموهوب ليهم هذه العطاية أو الهدايا التي أراد أن يهبها هذا الوالد على حال حياته والله تعالى أعلى وأعلم